المجلس الأعلى للمرأة من عطاء وجهود متميزة طيلة سنوات عملها وعلى اختلاف مواقعها الوظيفية نعم جاء ذلك خلال احتفالية بالمرأة الخليجية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم المرأة العالمي تحت رعاية معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار خليجية ملهمة جاء تكريم العوضي في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي ضمن نخبة من المكرمات من دول المجلس في إطار الاحتفاء بالمرأة الخليجية وإبراز إبداعاتها وجدارتها في اعتلاء العديد من المناصب القيادية بدول المجلس وجهود هذه الدول في مجال تمكين المرأة ودورها في المجتمعات الخليجية على هامش الاحتفالية شاركت الأستاذ العوضي في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان المرأة الخليجية من التمكين إلى الإلهام في محور الموازنة بين الحياة الشخصية والعمل والتي أكدت من خلالها على أن المرأة في الدول الخليجية وصلت إلى مرحلة متقدمة باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان في المقام الأول وفي هذا الصدد ترحت سعادة الأمين العام للمجلس اقتراحا للأمانة العامة للتعاون لدول الخليجية العربية بضرورة تبني برنامج حول كيفية وضع تدابير وأليات تمكن المرأة الخليجية من التوافق بين دورها في الأسرة ودورها في الحياة الاجتماعية اشتركوا في القناة